مبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الإمام أبو شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الضارين أمين في كتابه المعروف بغاية الاختصار قال فصل هذا الفصل يتكلم فيه الإمام على بيان النجاسات وعلى كيفية إزالتها وقلنا قبل ذلك بأن الطهارة لها أربع مقاصد أربعة مقاصد للطهارة وتكلمنا عليها والمقصد الرابع هو الذي بين أيدينا وهو إزالة النجاسة فإزالة النجاسة هي المقصد الرابع من مقاصد الطهارة وذكر في هذا الباب الأعيان النجسة لأن معرفة الأعيان النجسة وسيلة لكيفية التعامل معها عند حدوثها عند حدوث النجاسة فمعرفتها وسيلة فمعرفتها وسيلة للمقصود وإزالة النجاسة بالماء من خصائص أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأما بقية الأمم فكانوا يزيلون المكان الذي وقع عليه أو أصابته النجاسة بالقطع معدل البدن يعني لو النجاسة وقعت على الثوب يقطع المكان الذي وقع عليه وقعت على مكان من الأرض يذهب ويلق به في مكان أخوه وهكذا فكانوا يزيلون النجاسة بالتعامل معها بالقطع لكن لو وقعت على البدن لا بعيد جدا هيقطعوا نفسهم لا سيما محل خروج يعني البول والغائط وحصل إيه لا هيحصل بشي هيخلفوا ولا هيبقى ليهم أولاد ده الكلام ده موجود في الكتب يعني مش يزار هو بس يعني يلقى بطريقة الظريفة عشان أنا دم خفيف طيب النجاسات جمع نجاسة والنجاسة لغة الشيء المستقدر فيشمل ذلك كل ما استقذره سواء كان طاهراً أو كان نجساً فالبساق مستقدر فهو نجس لغة لا شرعاً الريق عند خروج من محله مستقدر مستقدر فيكون نجساً لغة لشرعاً المني كذلك مستقدر لكنه نجس لغة لشرعاً فالعلاقة كما نرى بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي هي علاقة العموم والخصوص دائماً المعنى غالباً فمثلاً النجسة لغة كل مستقدر النجسة شرعاً بعض ما استقدر لغة دائماً هكذا غالباً بل إيش دائماً وأما النجسة شرعاً فهي مستقدر يمنع من صحة الصلاة مستقدر يمنعه هو المستقدر هو اللي يمنع ولا ربنا هو الذي منع الصلاة بسبب هذا المستقدر فنسبة المنع حقيقة إلى الله نسبة المنع حقيقة إلى الله مجاز للسبب فمستقدر يمنع يعني تمنع الصلاة عنده بسببه حيث لا مرخص أي حيث ليس هناك مجوز يجوز الصلاة على هذه الحالة فإذا لم يكن هناك مجوز امتنعت الصلاة عند وجود ذلك المستقدر هبن حضرتك تبولت وتنجس ثوبك بماء البول كانت هذه الحالة أو هذا البول مانعا من الصلاة حيث لا رخصة لك عندئذ يعني ما ينفع شقول الله أكبر لماذا؟ لأن جسد وبدن متنجس فهذه النجاسة مانعة من الدخول في الصلاة ولو ترأت في الأثناء تبطل الصلاة لكن إن كان هناك مجوز بأن عدم التراب والماء فإنه يصل على حاله فليست مانعة عنده الرخصة وهذا التعريف اللي هو مستقدر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص هذا التعريف باعتبار إطلاق النجاسة على العين يعني لما أقول لك عرف النجاسة شرعا باعتبار إطلاقها على العين لأن النجاسة إما عينية وإما حكمية عينية وحكمية العينية تعرفة مستقدر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص عينية يعني محسوسة بأحد الحواس المعروف وأما باعتبار إطلاق النجاسة على الوصف فتعرف بأنها الوصف القائم بالمحل وصف قائم بالمحل عند ملاقات العين النجسة مع توسط رطوبة من أحد الجانبين نقولها نقولها تاني أدرب لكم مثال نحن عندنا الكلب ناجس حضرتك لابس ونزلت صلي الجمعة والكلب مبلول فلاق بدنك الكلب مع توسط رطوبة بين بدن الكلب وبين بدنك والكلب خلاص مش أصبح الجزء اللي لامسه الكلب مع توسط الرطوبة ناجس يعني أن يكون أحد الجسمين رطب يا إما جسمي يا إما جسمه ولكن لو هو مش من جنبي واحتك بي وأنا جسمي يابس وهو جسمه يابس ما فيش نجاس ما انتقلتش ما حصلش النجاسة الحكمية فالتوسط الرطوبة هي اللي بتجعل المحل الذي لامسته النجاسة متنجس ولكن افرض أن حضرتك في بعرة بعرة يعني ما يخرجه من الحيوانات زي مثلا الخروف خروف بعد ما بيعمل بيب بي ولا الخروف ما بيعملش بيب بي فعصره كل ما يعلم بله ربنا ده لعل ما تعرفش الخروف بيعمل بيب بي ولا لا لا حوله وقته إلا بالله هما معنا واللبنين ده ده خيري الخروف بعد ما بيعمل بيب بي البب بي بتاعه ده بيجف وبيب بيب يابس يعني يابس يعني ايه يعني غير مبلول غير رطب فلو حضرتك مسكته كده بأيديك وإديك رطبة يبقى تنجست طب إيديا يابسة جافة والبيبي بتاع الخروف اللي هو الروسة كذلك جافة ومسكت بيها بيدي هل يدي تنجست لا لماذا ما فيش توسط رطوب يبقى وصف آه يبقى بنعرف بيه وصف يبقى دي النجاسة الحكمية هي وصف يعني وصف يعني عبارة عن حالة قائمة قامت بالمكان بحيث إن المكان يوصف بإنه نجس صف وصف قائم بالمحل يعني بالمكان يعني هذا المكان يتصف بالنجاسة عند ملاقات احتكاك العين النجسة مع توسط رطوبة من أحد الجانبيني وده يصدق بثلاث صور إما اللي اتنين مبلولي وإما الطرف الملموس رطب وإما الطرف اللمس يبقى رطب إيبقى ثلاث صور وهذا يبين لنا أن النجاسة لها إطلاقاً أن النجاسة لها إطلاقاً الإطلاق الأول نجاسة عينية والإطلاق الثاني إيه؟ نجاسة حكمية إيه بقى هي النجاسة الحكمية؟ أدية بسيطة أدية أهيه؟ رطبة ولمست كلب قلاص ايدي تنجست لمست بعرة جافة ايدي تنجست بعرة رطبة ولم يعلق بيدي شيء ايدي تنجست فهمنا يا اخوانا طيب يلا عشان احنا لسه قدامنا تمانين فقرة فقصة اعمل ايه مش عايزين تتعلمه ما هو العلم محتاج الى جهاد واكتهاد وليس جهادا بالسيف بل جهاد بالعقل بل جهاد النفس بل الصبر بل الاستعاب بل الاستمرار هو العلم كده لن تنال العلم الا بالمشاق لن تنال العلم الا بذل الانفس بلك يعني انا الى الان ممكن اجيلك وانا مش محضر ولا حاجة واعد اشرح لك زي ما اشرح لك انا بقى لتلاتين سنة شافعي وباقرأ على طول شافعي عمرك كم يا عشرون وهو في عمره انا كنت خلصت كفيت الاخيار على شيخي من عشرين سنة وقرأت عليه المحل وقرأت مغني المحتاج وهو من عشرين سنة وقبل كده كنت شافعي برضا وفي بداية حياتي كنت حنبالي اه والله كنت حنبالي في اول حياتي والحمد لله ان الله سبحانه وتعالى قد يسر لي يعني اتفقه على مذهب الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه وارضاه واتمنى ان اكون على الضرب طب يلا اول جزء من المتن بيقول لي بقى يلا وكل مائع خرج من السبيلين نديس كل مائع خرج المائع وصفوا بانه خرج من السبيلين فجملت خرج من السبيلين صفة لمائع هذا المائع موصوف بانه خرج من السبيلين اما اذا لم يخرج من السبيلين السبيلين يعني القبل والدبر طب خرج من الفم هنقول خرج من الانف هنقول خرج من العين هنقول خرج من الودن هنقول في منافس اخرى للبدن اه خرج من مسام البدن كالعرق هنقول لكن انتبه بس احنا عايزين نقرأ ماتنا ابي شجاع بالطريقة اللطيفة دي وكل مائع خرج من السبيلين يبا خرج من السبيلين صفة لقوله مائع ومن السبيلين يقصد يعني اما ان يخرج منهما او من احدهما فاذا خرج من القبل كان نجسا خرج من الدبر فقط كان نجسا خرج من القبل والدبر معا كان نجسا فالمراد هنا خرج من احد السبيلين وليس الشرط ان يخرج منهما معا حتى يكون نجسا طيب مائع مفهومها إيه مفهومها جامد يبقى يفهم من هذا إن الجامد طاهر مطلقا قالوا لا ده فيه تفصيل يبقى مائع مفهومها إيه مولانا جامد والجامد فيه إيه في تفصيل تفصيله إيه قالوا إذا كان الخارج دودا أحيانا الإنسان يخرج منه الدود من الدبر إذا كان الخارج دودا من القبل أو الدبر أو شيئا متصلبا خرج منه شيء جامد بلع مثلا قطعة حديد فخارجت من أحد السبيلين ها إيبقى دي متصلبة ولا لا أه متصلبة هي طاهرة في ذاتها ولكنها متنجسة أو خرج من بطنه مثلا شيء زي البزرة بحيث إن البزرة دي لو أخدناها ما وصلتوا مش وردين بالكم عندنا في مصر هنا بس مش دلوقتي قديما كده كان ممكن يأكل البرطقانة كلها على بعض ببزرها ولما يجي خش الحمام يعمل بيبيه ينزل البزر زي ما هو لو خدنا البزر دا البزر دا بقى ناجس ولا طاهر دا محل البحث قال لو خدناه وحطناه في الأرض فبدأ يبقى زرع تاني يبقى طاهر هو دا بيحصل لا دا عبارة عن تخيل فقهي انت عايز تبقى فقه ارسل عقلك للخيال الفقهي الواسع طب دا كده يعني لا اما مش كده الموضوع مش كده لازم انت تتخيل احنا هنا التصوير دا اول جزء من اجزاء العملية الفقهية السليمة التصوير والخالي الواسع فنزلت من بطنه البزر دي او مثلا اكلة يعني طمرة كلها على بعض نزلت المعد بعد كده المعدة هضمت ما يهضم وطلعت له النواية النواية دي بقى دام المعدة لم تهضمها طب دي بقى يعني طهرة ولا نجسة في ذاتها هي متنجسة بس هم نكلم على ذاتها نجسة ولا طهرة هلو الله لو افترضنا ان هي اخذت وزرعت فنبتت هتبقى طهرة وما لا هتبقى ايه هتبقى متنجسة بس طب وان كان اللي خارج من المعدة بعر يعني احيانا حضراتكم ما عرفش انتو شفتوا المعيز والخرفان ولا لا حد منكم شاف معيز والخرفان المعيز والخرفان انتا ما شفتش في مصر قبل العيد الكبير اللي هو عيد الاطحى هتجد ناس معهم بعض الغنم يمشون بها احيانا المعيز يعني ايه بتعمل بيبيه في الشارع معلش يعني المعيز اولات ادب هي ماشية بتعمل بيبيه في الشارع بتنزل كده حاجات كورسو النانة كده الكور سغنانة الكور دي اسمها بعر البعر ده ناجس ايه هاب ان واحد مثلا يعني دس عليها وعايز يصلي بالجذب انا منفعش لانها ناجس يبقى يا اخوانا مائع مفهوم ما ايه جامد والجامد ده فيه تفصيل في بعض الاحوال يكون طاهر وفي بعض الاحوال يكون ناجس اكتب بقى القعدة دي عندك قالها سبن الشيخ البجوري ان المفهوم اذا كان فيه تفصيل لا يعترض به فمفهوم مائع جامد والجامد اقساب في قسمه يبقى طاهر وفي قسمه يبقى ناجس طيب تهمنا كده يلا سواني كده عشرة خرج بقوله من السبيلين الخارج من بقية المنافذ منفذ البدن اللي هو يا مشايخ اللي هو الأنف والفم والأذن منفذ العين مش منفذ لان عين ذات فيها مسام بس هنا ممكن تجعل منفذ يعني لان بيخرج منها سائل بخلاف الصيام لم تجعل منفذ فرق حاجات دقيقة دقيقة زي الدكيك فالخارج من بقية المسام طاهر إلا القيء الخارج من الفم بعد وصوله إلى المعدة وإن لم يتغير وإن خرج حالا هيك تبقى عندك دي كنف زهنك القيء الخارج من الفم بعد وصوله إلى المعدة وإن لم يتغير نجس حتى وإن خرج فورا شربت شوية مية نزلوا إلى المعدة رجعوا فورا المية اللي انت شربتها دي نجس طيب دي ما تغيرتش لا لأن القيء نجس ما عدا المتصلب يعني ايه المتصلب يعني حضرتك أكلت التمرة كاملة بلعتها نزلت التمرة سبحان الله حصل لك القيء طلعت التمرة مرة تاني وجوها الله النواية النواية دي الطاهرة ولكنها متنجس فالقيء يا أخوانا ايه نجس هو الباب ده لطيف بس هو باب يعني ايه محتاج محدش ياكل بعد نجس ايه الدليل قالوا في أدلة في البخاري روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جيء له بحجرين وروثة ليستنجي بهما أتي له بحجرين وأتي له بروثة يعني ايه يعني فضلات حيوانات حيوانات غير نطقة أخذ الحجرين ورد الروثة قالوا هات حجرين دولة ينفعوا تبو الروثة قالوا بعدها إنها نقريكس ريكس يعني ايه يعني ناجس لأن الروكس هو الناجس وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث الذي يعذب في قبره حديث اللذان يعذبان في قبرهما فقال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله يعني رتب العقاب على عدم الاستبراء لأنه كان يتعامل مع النجاسة ومن هنا أخذ فقهاء أخذ فقهاءنا أن التضمخ بالنجاسة حرام من هذا الحديث والتضمخ لا يكون إلا إذا كان يرد أو غير رد حتى لو كان يأخذوا كده وعمال يعمل كده بالنجاسة عندنا في مصر بعد أن يذبحوا بعد ذبح الأضاحي يضعون أيديهم في الدم ويضعونها هكذا على الحيطان هذا تضمخ بالنجاسة وهذا حرام وهم يفعلون هذا من أجل إبعاد العين وإبعاد الحسد يقول لك خمسة وخميسة طيب مصرين لهم ثقافة كتير مش بدعة طيب ما أنت بتقول البول ناجس طيب ما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجازة للعرانيين أن يشربوا أبوال الإبل والحنابلة استدالوا بالمحنابلة والملكية استدلوا بهذا الحديث على أن بول ما يؤكل لحمه طاهر والشفاء له لا مش طاهر قال طبعا النبي أجاز لهم أن يشربوا الأصل هم شربوه للتداوي والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر احفظ دي كمان التداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه التداوي بالنجس يعني بالشيء النجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه فبقال لك طبعا النبي قال في حديث إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها والنجس محرم على الأمة قالوا هذا الحديث محمول على الخمر هنا في هذا الموضع تكلم العلماء على فضلات سيد السادات صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمه قالوا وأما فضلات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي طاهرة على المعتمد بولا ودما ومعد ذلك كلها طاهرة فهي طاهرة على المعتمد واستدل علماؤنا بأن بركة الحبشية شربت بولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقرها صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك ورسول الله لا يقر أحدا على منكر فلو كان منكرا لمنعها من ذلك فتركها وأبو طيبة شرب دم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعد فضل أو حجامة لأدفنه فأخذه وشرب فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خالط دمه دمي لم تمسه النار خلاص يا ليت نزال وابن الزبير فعل ذلك وهو غلام النبي برضك اداله والدم عشان يدفن والده يدفن شربه تبركا وحبا الحب يا مولانا أما بقى لي محبش قلبه فيه اللي فيه ما خليك على جنب عالج نفسك الأول وشوف الحب جوه اعمله مقياس ولو أخذت هذا الحكم بأرياحية وطيب نفس اعلم أنك محب امتعط اعلم أنك يعني داخل في دائرة أخرى دائرة أنك ترى نفسك إنسان ونبينا صلى الله عليه وسلم ولكن نبينا كامل ومكمل إنسانية كاملة مع إنسانية ناقصة أنت عايس نفسك على سيدنا رسول الله غلى ما بي إيس وأحاديس كثيرة في هذا المضمار فالمعتمد إن فضلات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاهرة أين هي حتى نتبرك بها فندخل بسببها الجنة طيب وكذا الإمام الزركاشي قال وكذا فضلات بقية الأنبياء طاهرة كذلك عد الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقية الأنبياء احفظ الحاجات اللطيفة دي كل ما خرج من السبيلين سواء كان معتادا معتاد الخروج يخرج بكثرة باعتياد كالبول والغائط نجس فيما عدى فضلات النبي صلى الله عليه وسلم وفضلات الأنبياء على الحق الزركاشي وكذلك النادر إذا خرج من السبيلين سواء كان دما أو قيحا أو صديدا كذلك نجس ولو كان ذلك من حيوان مأقول أو غير مأقول عند السادة الشافعية خلافا للإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأن الإمام مالك يرى أن يعني فضلات المأقول طاهرة وحتى أخي مثلا قياس أسكن سيدنا الإمام مالك يرى أن مأقول اللحم فضلاته طاهرة طب ما بالك بسيدنا رسول الله يعني اللي قائل بالنجاسة ده يعني ما عرفش ده إجابة منين يعني هو عايز القصة على بقية البشر يعني معلش هو رأي في المذهب ولكن المعتبد الذي قلناه الماذي الماذي نجس لأنه يخرج من السبيلين سبيلين بيخرج من القبل هيخرج من الضبر وهو وهو بالمعجمة يعني ماذي مش ماذي معلش لازم نمتع الدرس كده بالضحكة ماء أبيض يعني يشبه الماء ماء أبيض زي الماء بالظبط الذي تشربه رقيق يعني جرمه رقيق مش غليظ يخرج بلا شهوة وهو يخرج ليس معه شهوة قوية ليس معه شهوة قوية ويخرج عند ثوران الشهوة وبعد خروجه لا تنكسر الشهوة يعني فورا وأما الودي الودي بالمهملة يعني بالدال ودي ودي ماء أبيض كدر كدر يعني مطرب سخين سخين يعني غليظ يخرج عاقب البول إنسان بعد ما بيتبول يجد مثل هذا السائل أو عندما يحمل شيئا ثقيلا وعندنا في مصر يقول لك ويحزى ينزل الودي أو هو بيشرح الدرس عندما يشتد على نفسي بس ده ما بيحصلش الحمد لله طيب وكل مائعين خرج من السبيلين نجس إلا المني بس إلا المني فالمني عندنا معاشر الشافعية طاهر في حد ذاته لكن علماء الشافعية قالوا يستحب أن يغسل المكان الذي أصابه المني خروجا من خلاف من أوجب على من أصابه أن يغتسل لأن الإمام أبو حنيفة يرى نجاسة المني ومدام بيرى نجاسة المني يبقى هو بيقول أنه واجب الغسل ومن أدلة الشافعية على ذلك أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تحك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يصلي فيه كانت بتخسله كانت بتحك تفرق تفرق المنية طيب هنتم بتقولوا أني فضلت سيدنا رسول الله طاهرة فأين الدليل ألمه المنية اللي هو ستين عائشة كانت تفرقه ده مني سيدنا رسول الله ومنيها معا هكذا قال المحقق البجوري قال والمراد المني المختلط يعني المنية اللي كانت ستين عائشة تفرقه من زي رسول الله ومن ثوب رسول الله هو يعني المني المختلط بمني زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم لا مني النبي وحده لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحتلم ده الاحتلام ده من تلعب الشيطان برأس الإنسان وسيدنا رسول الله لم يصلط عليه الشيطان وإنما أسلم على يديه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان لا يحتلم لأن الاحتلام من تلعب الشيطان وهو ليس له على النبي صلى الله عليه وسلم سبيل طيب ده مني الأدمي طيب مني غير الأدمي قالوا مني غير الأدمي يتبع الحيوان نفسه إن كان الحيوان طاهر مني طاهر إن كان الحيوان ناجس يبقى مني ناجس وعلى ذلك لا يكون هناك مني الناجس إلا مني الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر فيهنا؟ طيب خلصنا هات يا مولانا الفقر اللي بعديه وغصر جميع الأبوال والأرواس واجب إلا قول الصبي بس أي غسل المحل وبيقولك غسل البول هو البول نفسه بيتغسل يا أولد ده المكان الذي أصبه البول فهو على حسف مضاف واسأل القارية يحاربون الله يحاربون أهل الله وهكذا فيبقى ده على حسف إيه؟ على حسف مضاف ماشي أو نقدر نقول بقى فيه حاجة تانية أنه أطلق الحال وأرد المحل يبقى غسل الأبوال شفت بقى العلماء وانت بتقرأ لاحظ يعني غسل المكان الذي يصيبه البول والأبوال دي جمع إيه؟ جمع بول وهذه الأبوال أي الأماكن التي يصيبها البول تغسل سواء كانت من حيوان غير مأكول أو من حيوان مأكول لا خلاف في ذلك عندنا معاشر الشافعية خلافا للإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه وغسلوا جميع الأبوال والأرواث الأرواث دي جمع إيه؟ جوع راوث والراوث ده إيه؟ اللي هو العذرة قيل كده الراوث والعذرة مترادفان العذرة اللي هو بيخرج منين؟ بيخرج من الإنسان أو بيخرج من الحيوان يعني عند الإنسان يسمى غائط عند غير الإنسان يسمى راوث قالوا واجب يعني واجب شرعي بحيث إنه لو لم يفعله آثمة طيب هل الغسل واجب على الفور أم واجب على التراخي؟ قالوا واجب أي فورا إن كان ما أصابه من النجاسات بسبب معصيته يعني هو في الأصل ليس واجب على الفور واجب على التراخي إلا إذا كانت هذه النجاسة متضمخ بها أو عصى بسببها فإنه إذا كان عاصيا يعني على سبيل المثال بعد ما دبح الأضاحي حط إيده في الدم ووضع يده على الحائط ده حرام واجب عليه أن يغسل يده فورا لأنه عاصي طيب ما هو ده برضا ما بيقول لك جاء غسل جميع الأبوال والأرواث إنه جاسات واجبا على الفور إذا كان بمعصية أما إذا أصابه بلا قصد ولو كان من مغلص فإنه لا يجب على الفور أما ليجب إمتى بالقيام إلى الصلاة طيب كويس حتة حلوة والنجاسة على قسمين النجاسة على قسمين عينية وحكمية العينية هي التي لها جرم جرم يعني إيه؟ يعني جسم جميل أو طعم تدقها كده لها طعم أو لون آه ملونة بألوان الطيف أو ريح مشمومة يبقى دي نجاسة عينية لأنها مدركة بأحد الحواس جرم ده الجرم ده يدرك بالعين والطعم بالذوق آه حسة واللون أيضا عين والريح شام وبردك خلي بالك الجرم بردك يدرك باللمس وحكمية وهي التي لا جرم لها ملاش جسم هي وصف قائم بالمحل ولا طعم ندوها كده هو ما فيش صلع النبي الله وقعت نقطة باول على الثوب وجفت بسبب الشمس دي نجاسة إيه حكمية كلب كان معدي واستضم بيه وكان هو مبلول فبل الثياب عندي وجفة ثيابي أصبحت نجاسة إيه حكمية لا جرم لها لأن هي ملهاش جسم ما فيش جسم على السوب عندي ولكن السوب وصف بأنه نجس وملهاش طعم يخالف ملهاش طعم يخالف طعم السوب السوب قال كمان ليه طعم أصلا وملهاش لون الكلب لما جيه جنبي كده هو وحك فيها مع البلل الجنبية كانت بيضة ما بقاتش سودة ملهاش لون أصلا وملهاش ريحة يبقى دي اسمع نجاسة إيه حكمية وقالوا أيضا هنا ولا يشترط العصر بعد الغسل يعني حضرتك بعد ما تغسل النجاسة لا يشترط إن حضرتك تعصر الثوب ليه؟ لأن بعد ما تغسل أصبح الثوب طاهر وأصبح البلل اللي فيه كذلك طاهر ولكن قالوا بأنه يستحب أن تعصر الثوب بعد غسله خروجا من خلاف من أوجب غسله طيب كيفية بقى الغسل هنعمل إيه؟ ما والغسل ده برضك الشرع جاء وبينه لنا قالوا المعتبر في المسمات بالنجاسة العينية زوال جرمها يعني مثلاً افترضنا إن فيه انت واقف فالحمامة يعني إراثت على ثيابك وإحنا عادينا نساء زمان وإحنا كنا بندرس بنقف في الأزهر كانت الحمامة تيجي فوقنا وتعملها فتيجي على الطائية أهي الطائية خلاص بقى فيها أهي راوث زبل الحمام أخبرك بيسموه يعني فضلات الحمامة تسمى زبل يبقى لازم نعمل إيه؟ لابد أن أزيلها الجرم جسم النجاسة دي أول حاجة بزوال جرمها طيب بعد ما زلت جرمها أصبح في لون أعمل إيه؟ ما بيحصل لكش الكلام ده؟ ما حصل لكش في مرة كده أن أنت وإنت واقف الحمامة يعني راثت عليك ده أنا كنت دايما ولا لما كنت ساكن في الهرم أطلع أف في البلكونة صباحا الحمامة كانت مستقصداني كلما أطلع أف في البلكونة الحمامة تبول على رأسي واخبالك وداوت حضرتك لما كنا بننشر غسيل ونحن صغار أو كبار برضك الحمامة تأتي وتروث على الثياب طيب كيف نغسل الثياب؟ أول حاجة نشيل العين طيب بعد ما نشيل العين أعالج الأوصاف أعالج الأوصاف يعني إيه؟ يعني أزيل الأوصاف أزيلها بإيه؟ بالصابون طيب قال إن كان اللون يتوقف على الغسل بالصابون أو بالإريل ينبغي عليك أن تغسله بالإريل إذا أمكن ذلك سريعا طيب يا ميسر فإن بقي طعم النجاسة هاب إن أنا بعد ما غسلت شلت العين وحاولت إن أنا أزيل اللون بقي طعم النجاسة طب عرفتها منين؟ دقتها كده للتجربة إيه دا طب ما أنت مش بتقول نجس؟ ولا يجوز إن أنت تتذوق النجس قال له أن النجس مشكوك فيه قبل ما تذوقه ومدام ما شكوك فيه بقى يجوز تذوقه فإن بقي طعم النجاسة فلا يعفى عنه إلا إذا تعذر فإن بقي طعم النجاسة ضر دقت كده الثب بعدها ده دوة طعم بتاعة الزبلة بتاعة الحمامة قال فلا يعفى عنه ده الحمامة بس زبلة الحمامة دي تقريب إلا إن تعذر إن تعذر يعني لم يمكن إزالته إلا بقطع ما أصابه موجود عمال أخسل فيها مش عايزة تزول لسه موجود عمال لسه موجود خلاص بقى مش هتزول خلاص يعفى عنه لأنه متعذر الإزالة لا يزول إلا بالقطعة فيعفى عنه ما دام متعذراً فيكون المحل نجساً معفواً عنه يعني ما أعفو عنه يعني ممكن أنا أقولش أصلي بيه فيش مانا خلاص للعفو عن ذلك ولا يكون المحل طاهراً يبقى المحل معفو عنه وليس محلاً طاهراً ضابط التعذر قال لا يزول إلا بالقطعة فإن قدر بعد ذلك فضلت أغسلها أغسلها مش عايزة تزول خلاص أنا هعمل إيه يبقى هنا خلاص تعذر علي إزالتها طب افرد إنه بعد كده حمد لله أمكن إن أنا أزيل اللون وأمكن إن أنا أزيل الطعم قال وجب حينئذ طب والصلاة لنا صلتها قبل ذلك قبل الإزالة من عندي مرحلتين المرحلة الأولى حاولت أن أزيل يعني الطعم وأزيل اللون فعجزت عن ذلك إلا بقطع هذا المكان الذي وقعت عليه النجاس فسألت المؤسسات الإفتائية فقالوا لي هو معفو عنه هو نجس معفو عنه وصلي ثم صليت وبعد أن صليت يعني خرج اختراع جديد لإزالة هذه النجاسات فأزلتها طلع كده مسحوق اسم مسحوق يا ماما المسحوق ده إذا أخذنا شوية وحطناها على السوب واخبارك غسلناها أزلت العي أزلت اللون وأزلت الطعم طب والصلاة بألا أنا صلتها قبل كده عندما أفتيت بأن ذلك معفو عنه هل أعيدها بعد إمكاني إزالة اللون وإمكاني إزالة الطعم قالوا لا تعيدها ليه هل لأنها كم معفو لأن أنت أفتيت بأنها معفو عنها ولو قلنا لك أعد هذه الصلاة لما كان هناك قيمة للعفو لأن معنى العفو أن تصلي بها على حالها إن بقي لون أو ريح يعني أحدهم عصر زواله لم يضر يبقى خلي بالك الطعم بس هو اللي يشترط فيه التعذر فلو بقي الطعم وتعذرت إزالته فإنه حينئذ لا يضر ليه قالوا لأن وجود الطعم دليل على وجود الجر لكنه ما قدرناش نشيله لأن أحيانا بعض الثياب بس إنتوا لو تأملتوا الواقع كويس قوي بعض الثياب القطنية بيتشرب من النجاسة ويصبح إن إحنا نخسل نخسل مش عايز يزال خلاص وندوق كده لا طعم النجاسة لسه موجود ومدام طعم النجاسة موجود يدل على أن العين ما زالت باقية فإن عجزنا عن الإزالة فإنه حينئذ يعني لا يضر ويعفى وصلي والحمد لله طب إفردن اللون بس هو الوحد اللي موجود وتعصرت أو عصر إزالة اللون قال لم يضر الشرط هو تعذر إزالة اللون لا الشرط هو تعصر التعصر يعني المشقة الزائدة أما التعذر يعني لا يزال إلا بالقطع فهمنا الفرق ما بين التعصر والتعذر التعذر معناه أنه لا تزول النجاسة إلا إذا قطعنا المكان الذي وقعت عليه النجاسة وأما التعصر معناه المشقة الزائدة نفضل نعصر ونفضل نحك نحك ونجيب أدوات نظافة وأدوات وأدوات وفي الآخر الحمد لله بتزول لكن زالت بعد مشقة شديدة المشقة الشديدة هي التعصر فإن بقي اللون أو الريح وعصر زواله لم يضر ولا يجب حينئذ زواله بقي اللون لوحده خلاص وتعصرت زواله وشق علينا إزالته لا يضر بقي الريح وحده وعصر علينا الإزالة لا يضر ونصلي ولا شيء علينا طيب وهناك ضابط آخر قالوا وضابط التعصر قال لا يزول بالحت بالماء ثلاثة مرات بس ده أحسن كمان ما هي ده تطبيق للمشقة قال لك تفضل تحكه تقرسه كده مرة تقرسه مرتين تقرسه ثلاثة ما يزولش اللون ما تزولش الرائح خلاص يبقى أنت حينئذ تعصر عليك صلي على حالك ولا تعيد الصلاة فإذا قدرت بعد ذلك على الإزالة يبقى المحل يبقى المحل طاهر طب قبل مزيل اللون وقبل مزيل الرائحة التي تعصر إزالتها هيبقى المحل معفو عنه أصلي ولا أعيد طب افرد أننا بعد كده الحمد لله لما جيت بقى وصليت وده بيحصل كتب لو أنتم كنتوا بتمارسوا الغسيل بنفسيكم هتعرفوا الكلام ده تيجي بقى بعد ما السوب يجلس فترة تيجي تقوم غسله اللون بيزول طيب دوت بقى بيخلينا هل يجعلنا نقد الصلاوات السابقة ويكون بعد ذلك المحل طاهرا إن بقي نحن تكلمنا فيما إذا بقي أحدهما بقي اللون أو بقي الريح إن بقي أي اللون والريح في محل واحد مكان واحد اللون لون النجاسة والريح طلع من المكان اللي في اللون يجب إزالتهما كما في بقاء الطعم لأن وجود اللون ووجود الريحة في مكان واحد دليل قوي على وجود جسم النجاسة كما في الطعم طيب افرد إن كلها مسائل التوب واحد لكن واحد فيه اللون وجنبه فيه الرائحة قال له لا ما يدرش يبقى اغسلهم فإن تعصره لم يدر إن نجاسة الحكمية إيه الضابط في تطهرها الضابط في تطهرها هو أن يجري الماء على المحل الذي وصف بالنجاسة جميل زي ايه كده زي نقطة بول وقعت على الثوب فجف الثوب يكفيني بس أن الثوب يغمر بالماء بحيث يتقاطر منه الماء ولا شيء بعد ذلك ضاي إلا قول الصبيب الذي لم يخبر الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه بس بس طيب بيقول إلا بول الصبي يبقى هنا بول الصبي لا يجب فيه الغسل وإنما يجزئ فيه الرش إيش الفرق ما بين الغسل والرش الغسل يجب أن يعم الماء المحل ويتقاطر الماء من المحل طيب والرش هيعم الماء المحل ولا يتقاطر الماء من المحل الفرق بينهما أنه في الغسل الماء بتنزل بتتقاطر في الرش ما بتنزلش الماء بس تعم المحل وخلاص بدون أن يتقاطر لكن لو تقاطر يبقى غسل ما تقاطرش يبقى رش يبقى بول الصبي خرج بول الصبي خرج بالبول غائط الصبي طب خرج بالصبي الصبية الذي لم يأكل الطعام لم يأكل الطعام خرج الذي أكل الطعام وبعضهم زاد على سبيل التغذي يبقى الذي لم يأكل الطعام مطلقا بوله يرش أكل الطعام على سبيل التغذي بوله يرش هو في حد بيأكل الطعام على غير سبيل التقوط والتغذي وضعنا له مثلا طمر الضوء من أجل أننا نحنقه ما الطمر ده طعام وضعنا له شوية سكر كده عشان الطبيب قال لنا السكر دوت يعني هيرجع له صحته يبقى دناول السفوف من أجل الإصلاح لون السكر يبقى إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام أما إذا أكل الطعام خلاص لا يجزئ في بوله إلا الغسل وزاد العلماء وأن يكون ذلك في الحولين يعني أن لا يأكل الطعام في الحولين أما إذا يعني مثلا يعني فضل يرضع بعد الحولين البعد الحولين رضع ما ارضعش لا يجزئ في بوله إلا الغسل هنا بس في فايدة معلش قالوا لابد مع الرش من زوال الأوصاف افرد صبي صغير لما بال يعني وجد مثلا للنجاسة رائحة قالوا لابد من زوال الرائحة يبقى أفضل أرش عليها ما أرش ما إلى أن تزول الرائحة نعم طبعا ده أكيد يزال أولا يزال أولا ثم بعد ذلك يرش أصوال الغالب في يعني وقوع البول على الثوب أنه بعد ذلك بينزل وتذهب عين النجاسة ويظل المحل رطب طيب يا مولان يل اللي وراه ولا يوفى عن شيء من النجاسات إذا يسر من الدم والقية هنا هنتكلم يا مشيخ الإسلام عن المعفوات ولا يعفى عن شيء من النجاسات يعني من الأعيان النجسة إلا اليسير وشرط في اليسير أن يكون من غير مغلص يعني من غير كلب وخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان آخر وخرج باليسير الكثير فلا يعفى عن الكثير من الدم والقيح وضابط القلة والكثرة العرف فحيثما حاكم العرف بأن ذلك كثيرا فهو كثير وحيثما حاكم العرف بأن ذلك يسير فهو يسير وضابط العفو أن يكون القيح والصديد ومقام مقامهما من يعني النفاطات والجراح وإلى آخره أن يكون من الشخص نفسه فلا يعفى عن الدم الذي خرج من أخي ووقع على ثيابي حتى وإن كان قليل يبقى الدم والصديد لابد أن يكون مني أنا وأن وأن لا يختلط بأجنبي ويشترط أنه ما يختلطش بأجنبي افرد أنه خرج مني شوي الدم على ثوبي ووقع عليهم ما يبقى اختلط بأجنبي يبقى لا عفو حتى وإن كان قليل حتى وإن كان مني وأن لا يتجاوز محل وقوعه ما يفرش ووقع هنا ما يتحركش عن مكانه طب اتحرك يبقى ليس معفوا عنه فهمنا مشيخ الإسلام ويعفى عنهما حيث كان فيه الثوب ثوب المصلي أو بدن المصلي وسواء كان ذلك من أجل الصلاة أو من أجل الطواف أو من أجل خراءة القرآن وهكذا يعني كان الدم اليسير موجود في ثوبي وأنا أصلي وكان مني ولم يختلط بأجنبي ولم يعني يتعدى محله ولم يكن ذلك باعتداء مني حينئذ يعفى عنه وأصلي وأنا حامل هذا الدم وأطوف وأنا حامل هذا الدم وأقرأ القرآن وأمس المصحف وأنا حامل هذا الدم وهكذا قالوا محل العفو في الثوب حيث احتاج إليه للثوب دوت لو وقع عليه الدم القليل بالشرط التي ذكرناها يجوز لك أن تصلي فيه إن كنت محتاجا إليه حتى ولو كان احتياجك في له من أجل أن تتجمل وأن تواقف أمام الله سبحانه وتعالى أما إن لم تكن محتاجا إليه ولو للتجمل فلا يعفى ولا تصح الصلاة فيه طب يل إلا بعد وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لنجسه أيوة إحنا هنا نتكلم على إيه على ما لا نفس له سائلة وقوله ما لا نفس له سائلة معطوف على اليسير يبقى دخل في الاستثناء السابق طيب قال وما لا نفس له سائلة معطوف على ما سبق من قوله واليسير اليسير يبقى عندك إيه ولا يؤفع من النجسات إلا اليسير من الدم والقليل وإلا ما لا نفس له سائلة فما لا نفس له سائلة وإن كان نجسا فهو معفو عنه يبقى معطوف على إيه على اليسير طيب ونفس سائلة يعني يعني بيقولك إن كنت لو شقت عضو منه لا يسيل له دم أطعت جناح الزبابة مش يسيل لها دم إذا وقع في الإناء حيا وكان فيه ماء قليل أو مائع ومات في الإناء لا يضر ولا ينجس الإناء لأنها نجاسة معفو عنها بشرط إن حضرتك ما ترموهش كده هو حي في الإناء ويموت في الإناء لأنك معتدي ولا ينبغي أن تفعل هذا حتى ولو كان اللي مسكوا طفل صغير مسك دبانة كده ورماها في الشراب فوقعت في الشراب فماتت يبقى حينئذ ليس هذا من محل العفو ولو طرحه حيا لم يضر وإن وصل ميتا طيب لأنه إن بقى له اختيار هو يضر متى يضر إذا طرح ميتا ووصل ميتا أما إذا طرح حيا ووصل إليه ميتا فإنه لا يضر ليه لأننا لما مسكت كده وطرحت وهو حي ووصل إلى الماء فهو له اختيار في الجملة فمش أنا اللي دفعت بهذه الدفعة ده هو له اختيار فضلي طير يطير يطير في الإناء بحيث يغير الإناء فإن كثر بحيث إنه يغير الإناء ضر ده بقى العفو له شروطه وليا مولانا اللي بعد وما لا نفس له سائلة إذا وقع فيه لا نفس إيه بقى رضي الله عنك وأرضاك هات غير السائلة والحيوان والحيوان كله طاهر إلا الكلب والفنزير وما تولد منهما أو من أحدهم أو من أحدهم طيب الحيوان كله طاهر وكذا الجماد كل حيوان وكل جماد طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهم مع حيوان طاهر والحيوان ما له روح والجماد ما ليس بحيوان ولا أصل حيوان يعني مني ولا جزء حيوان كيد ورأس ولا منفصل من حيوان كلعاب وريق وبعر وإلى آخره وأصل كل حيوان المني والعلق والمضغ وأصل كل حيوان تابع للحيوان طهارة ونجاسة فإن كان الحيوان طاهرا كان أصله طاهر وهو المني وإن كان الحيوان نجسا كان أصله نجسا وهو المني كمني الكلب والخنزير نجس ليه لأن الكلب نفسه نجس يبقى المني نجس أصله نجس المنفصل من الحيوان النجس نجس مطلقا يعني كل من منفصل من الكلب والخنزير نجس الشعر والعظم وكله المنفصل من الحيوان الطاهر إن كان رشحا كالريق طاهر والعرق طاهر وغيرهم طاهر رشح يعني بيخرج رشحات دفعات طيب أو كان الذي يخرج مما له استحالة في الباطن فنجس كالبول خرج البول آه البول ده نجس ليه لأنه بيتحول أنا باشرب باكل بيتحول هذا إلى بول ثم بعد ذلك بيخرج وما له استحالة في الباطن وكان استحال إلى صلاح كاللبن من مأكول ومن الآدمي يبقى طاهر والبيض له استحالة في الباطن كذلك يكون طاهرا والميتة يلا اللي بعد والميتة كلها نجسة إلا السمك والجران والآدمين والميتة الميتة هي الزائلة الحياة بغير ذكاة شرعية زائلة يعني ذهبت حياتها وذهبت روحها بغير أن تذك ذكاة شرعية وستأتي بعد ذلك شروط الذكاة الشرعية وأركانها إما أن تكون في الآلة وإما أن يكون في الإنسان الذي يقوم بالآلة وإما أن تكون في الحيوان الذي يزك وهكذا فالميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي السمك الحي داخل في قوله والحيوان والإنسان الآدمي داخل في الحيوان والجراد الحي داخل في الحيوان فكلها الطاهر في حال حياته وبعد موتها السمك والجراد والآدمي من الطاهرات السمك هو كل ما لا يعيش إلا في الماء وإذا خرج من الماء كان عيشه خارج الماء عيش مذبوح طلع كده السمك برة هتلاقيها بتفرفر تتحرك حركة المذبوح يعني تفرفر المصرين يقول لك تفرفر يعني بتتحرك حركة المذبوح الجراد الحي قلنا داخل في الإنسان والآدمي داخل الحي داخل في الحيوان الجراد الحي داخل في الحيوان والآدمي الحي داخل في الحيوان الدليل على ذلك حديث سيدنا رسول الله صلى الله أحلت لنا ميتتان ودمان ومدام حللت تبقى طاهرة لأنه لا يحل الله لنا إلا الطاهر في حال السعى وأما الدليل على إن الإنسان ميتته طاهرة سواء كان مسلما أو كان كافرا إلى آخره قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم قالوا المفهوم من التكريم أن الإنسان لا ينقص لا في حال الحياة ولا في حال الموت وإلا لو نجس أين التكريم ياضي إلا بعد ويغسل الإناء من قلوم الكتب والنزيل سبع مرات إحدى هنم التراب ويغسل الإناء الإناء ليس بقيد بل مثله الثوب والبادن إذا ولغ الكلب في الثوب ولغ يعني كده هو يعني حرك لسانه كده يبقى ولوغ لحسن ما كنوش عارفين اللغة نعرفكم حديث عهد بلغة يبقى ولغة في الثوب أو ولغة في البدن أو ولغة في الكوب أو في الإناء طب هو ذكر للإناء له لأنه أراد أن يتبرك بما ذكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والولوغ أنا فصرت لكم الولوغ بالفعل وأما تفسيره بالقول فهو أخذ الماء أو أخذ الشيء بطرف اللسان كده كون الغسل سبعا طب هو قال لي بقى يغسل سبع مرات إحدى هنم بالطراب ده اللي ورد في الحديث كده هل له علة قالوا لا نعقل علته لا نعلم له علة كون الغسل سبع مرات لا يعقل معناه يعني إحنا الفقهاء ما اطلعوش لي على علة سبع مرات يقول لك سبع مرات منصوب على أنه مفعول مطلق مبين لعدد الغسل يعني يغسلوا غسل سبع مرات كيفيات المزج بقى ما أنا همزج الطراب ما بيقول لك سبع مرات إحدى هنم بالطراب إزاي قالوا كيفيات المزج لها صور المزج له صور مزج الطراب بالماء ما هو خلاص بصوا خلي بالكم أدي الإناء هو الكلب ولغ فيه حط الإناء قدامك هاتي الطراب حط الطراب على الماء أدي صورة وبعد كده حطه على الإناء يغمر الإناء كل الصورة التانية وضع الطراب أولا على الإناء ثم بعد ذلك وضع الماء وضع الماء ثم بعد ذلك وضع الطراب التراب ثلاث صور الثلاث صور ديت في كل الأحوال لا لها تفصيل اسمع بقى تفصيلها يبقى ديت صور المزج إما أن انت تمزج التراب والماء خارج الإناء وتضع التراب والماء جوه الإناء معا بعد ذلك أو إما أن تجعل التراب أولا على الإناء ثم تجعل بعده الماء وإما أن تجعل الماء في الإناء وتجعل بعده التراب إهداء الحالات دي بقى لها تفصيل اسمع تفصيله إن كان المحل جاثا يعني الكلب ولغ فيه وولوغ الكلب جاثا الحمد لله كفى في هذه الصورة الثلاث صور من صور المزج بصيت كده في الإناء الطبق بنسميه طبق إناء يعني إيه يعني طبق يعني يا مولانا يعني طبق الطبق اللي ولغ فيه الإناء ولغ الكلب فيه الطبق الذي ولغ فيه الكلب ولغ فيه وجف الولوغ يكفيني أي صورة من صور المزج أحط الطراب والمية في إناء خارجي ثم أجعله على الإناء الذي ولغ منه الكلب أحط الطراب الأول وبعد ذلك الماء أحط الماء الأول وبعد ذلك الطراب تكفي أي صورة من هذه الصور حتى ولو كان أوصاف النجاسة باقية في المحل الريحة موجود ثم إن كان في المحل جرم النجاسة الكلب عمل ببيه جوه الإناء لأنه كلب وابن كلب كمان ثم إن كان في المحل جرم النجاسة قال له بس لا يكفي أي صورة من هذه الصور الثلاث وما لا أعمل إيه انزع الجرم أولا وانزع عين النجاسة البيبي بتاع الكلب المجرم دا اللي عملها في الإناء شيله ثم بعد ذلك ينظر في المحل فإن كان المحل رطبا لو كان المحل رطب يكفي صورتين كفى كل من الأولين إننا أجي برة آتي إلى الخارج خارج الإناء الذي فيه هذا وأضع الماء على الطراب أو الطراب على الماء ثم بعد ذلك أجعله على الإناء أو إن أنا أحط الماء الأول ما هي واردة الماء وارد نعم نعم ثم بعد ذلك أجعل الطراب طب ولكن ما حطش الطراب وبعد كده أجعل الماء ليه لأن الطراب ليس له قوة الورود على النجاسة الماء الوحيدة الماء الوحيد هو الذي له قوة الورود على النجاسة فممكن أحط الماء الأول يبقى الماء أصبح وارد على النجاسة يطهرها ثم أجعل بعد ذلك بعده الطراب يا السلام بارك الله وفي شلتوت بيقولك بالطراب فين متنى بشجاع بيقوله ويوصل الإناء من ولوغ الكلب في المنزيل سبع مرات إحداهن بالتراب إحداهن إحداهن يعني يعني أي مرة من المرات السابعة حتى ولو كانت السابعة فيجزئ في الأول أو الثانية أو الثالث أو الرابعة أو الخمسة أو السادس أو السابعة والأفضل أن لا يكون في السابعة قالوا بالتراب قالوا هو لو كان تراباً بيئة القوة مثل الطين ما هو الطين ده تراب بالقوة لماذا؟ لأنه بعد الجفاف يصير طراباً والرمل الناعم الذي له غبار مثله مثل الطراب ولا يكفي غير الطراب مثل الصبون والأشنان خلينا بالعيد عن الأشنان الأشنان ده كان بذر الكتان زمان بيغسلوا به لكن دلوقتي الصبون أو المساحيق الحديثة الكيميائية لا تكفي لأن الطراب معين في الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحدى هن بالتراب فالشرع حدد وعين لنا أن تكون واحدة من السبع بالتراب طيب التراب بقى هل يكفي أن يكون متنجساً؟ قالوا لا لابد أن يكون التراب طراباً طهوراً فلا يكفي النجس ولا يكفي المتنجس ولا يكفي التراب المستعمل في التيمم ولا يكفي التراب المستعمل في النجاسة المغلزة يعني أنا غسلت بالتراب إناء ولغ فيه الكلب وبعد ذلك أخذنا هذا التراب وجف هل يجوز أن احنا نغسل به مرة تانية؟ قالوا لا ويشترط أن يوضع التراب على المكان الذي ولغ فيه الكلب ويعم المحل ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه بس أنت عندك والثلاثة أفضل؟ قالوا يغسل أي يغسل الشيء المتنجس مطلقاً هو أنت التفت من الكلام على الإناء وتكلم بعد ذلك على كل الأشياء لأنه يغسل يعني يغسل الشيء المتنجس من سائر النجاسات سائر يعني باقي وهي أصلها من السؤر وسؤر الشيء أي بقيته أي ما عدا النجاسة المغلظة يعني من سائر يعني من باقي النجاسات ما عدا النجاسة المغلظة والنجاسة المخففة يبقى يغسل من سائر يتكلم هنا على النجاسة المتوسطة لأن النجاسة إما أن تكون مغلظة وإما أن تكون متوسطة وإما أن تكون مخففة تأتي المرة عليه فتزيل أوصاف النجاسة إذا بقي الطعم ضر طعم النجاسة موجود بعدما غسلنا يضر لأن بقاء الطعم يدل على وجود الجرم إلا إذا تعذر إزالة الطعم في النجاسة المتوسطة فإنه حينئذ يعفى عنه ويضر بقاء اللون والريح معا دفئني نجاسة في النجاسة المتوسطة بقاء الطعم فقط لا يضر حيث عصرت إزالته غسلنا ثلاث مرات ما تزالش تأتي عليه تعم المحل مع السيلان يعني تأتي الغسلة ويأتي ماء الغسلة يعم المكان الذي وقع عليه النجاسة مع سيلان الماء قال بعد ذلك والثلاثة تكفي الوحدة الوحدة إذا فعلتها فقد خرشت من الواجب ولكن الأفضل والأسن والأثوب أن تأتي بها ثلاثة قياسا على يعني الوضوء ثلاثا بجامع أن كل منهما طهارة هل يسن تثليث النجاسة المغلظة اختلف الأصحاب في ذلك على ثلاثة آراء الرأي الأول وهو المعتمد رأي الإمام الرملي بيقول لإمام الرملي النجاسة المغلظة لا تسن يعني أن تثلث فيها لأنها أكبر شيء والمكبر لا يكبر دا الأصل أن تغسل مرة واحدة لكن عندما غلز هذا الأصل غسلت سبع مرات فصارت أكبر ما وصلنا إليه من عدد الغسلات في الشرعة فأصبحت مكبرة والمكبر لا يكبر كما أن المصغر لا يصغر وهناك من قال لا يسن أن تغسل بعد السبع مرات مرة تانية ومرة تالتة وبعضهم قال لا هتتغسل واحد وعشرين مرة لكن الرجح هو الأول يلا اللي بعده هذا من أفراد ما يطهر بالاستحالة عندنا في حاجة اسمها طهر بالإيه إما بغسل النجاسة بالماء وإما بالاستحالة أي التحول الخمر ناجسة فإذا تحولت إلى خل بشروط موجودة لدينا في المذهب صارت طاهرة ولذلك قال إذا تخللت يعني إذا تحولت الخمرة بنفسها لا بإدخال عنصر أجنبي فيها وصارت خلا طاهرة مثل دم الضابية دم الغزالة لما بيتحول لمسك بيطهر يبقى هذا بالاستحالة والخمر الخمرة الواقعة هنا بالتاءة تأنيس لغة فالخمر تذكر وتؤنث والخمر لغة المتخذ من ماء العنب في اللغة كده هي الخمرة يقول لك العصير المتخذ من ماء العنب وأما في الشرع قالوا لا في الشرع هي كل مسكر كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام يبقى الخمرة لغة غير الخمرة شارع وسميت خمرا لأنها تخامر العقل أي تغطي العقل اللهم صلى عن النبي قالوا شرعا هي كل مسكر سواء كان من نبيذ التمر أو القصب أو العسل أو غيرها للخبر الذي أوردناه لكم إيه يبقى الخمرة المحترمة المؤدبة قالوا الخمرة المحترمة هي التي عصرت لا بقصد الخمرية بأن عصرت بقصد أن نجعلها خلا أو عصرت بلا قصد والخمر غير المحترمة هي التي عصرت بقصد الخمرية يا تبوا الفرق لي يا مولانا انتوا عمالين تفرأوا كده وخلاص قالوا الفرق بأن الخمر غير المحترمة يجب إراقتها وأما الخمر المحترمة لا تجب إراقتها لأننا قصدنا بها شيئا سليما أو لم نقصد بها محرما ويعتبر في طهارة الخمرة صيرورتها خلا بغير مصاحبة عين يعني أنا هاي الخمر معايا هي حطيت جواها عين العين دية صارعت من تخليلها يبقى كده حرام ليه قالوا لأن العين اللي انت حطتها دية تنجست فإذا صارت خلا نجست الخلف ويطهر الدن الدن اللي هو الإناء الذي توضع فيه يعني الخمر آه الدن ده طهر ليه لأن إحنا لو ما قلناش الدن اللي هو إناء الخمر يطهر وقلنا بأنه نجس يبقى الخل اللي جوه بعد أن يتحول من خمر إلى خل سيكون نجسا ولن يكون لنا خل طاهر أبدا مع أني لنخل طاهر والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعمة الأدم الخل طيب دي 84 يا سيدنا النبي ما دت وإن خللت بطرح شيء فيها لن تطلق آه إحنا قلنا لكل ليه لأنها إذا طرح فيها شيء الخمر نجسه فهتنجس هذا الشيء سواء كان هذا الشيء الذي طرح طاهرا أو كان نجسا حتى ولو نجس آه ليه لأن النجس يقبل التنجيس ما وانا حط النجاس هحط بعرة جواه ماشي وبعد كده البعرة إما أن يتحلل منها شيء أو إما أن لا يتحلل فإن تحلل منها شيء خلاص يبقى هي نجسة حتى لو أنا شلت البعرة الما تحلل منها موجود أو ما تحللش ورحت شايلها قبل ما تصير خل ما فيش مشكلة سبتها لغاية تم صارت خل ما نجست الخل قالوا خللت بطرح شيء فيها لم تطر أطرح ليس قيدا بل المدار على مصاحبة عين مش لازم أن ترمي ممكن من الأول تبقى حاطت مع الخل مع الخمرة عين طب لو أنها من الظل إلى الشمس بش مانع على خلاف فيه لو نزعت العين منها قبل التخلل فإن كانت طاهرة ولم يتحلل منها شيء فلا مانع حطنا ألم زي ده في الخمرة قبل أن تتخلل وروح نشلناه قبل أن تتخلل ما فيش مشكلة لأن الألم لن يتحلل منه شيء طب تحلل منه شيء هيضر لأن الشيء المتحلل ده جزيئات بسيطة تنجست فإذا تحولت إلى خل نجست طيب اللي باعته خلاص كت وإذا طهرت الخمرة طهر دنها معها خلاصنا منه اللهم صلي على سيدنا محمد درس مليان